افتتح سعدة الدكتور ماجد بن علي نعيمي وزير التربية والتعليم مركز المحاكاة والمهارات الطبية بجامعة الخليج العربي والذي يوفر خدمات رقمية تفاعلية متنوعة تشكل نقلة نوعية في عملية تعليم وتدريب الطلبة والأطباء قال سعدة وزير التربية والتعليم مركز المحاكاة والمهارات الطبية يعزز من مكانة جامعة الخليج العربي الرائدة على مستوى المنطقة معكدا اعتزاز مملكة البحرين باحتضان هذا الصرح التعليمي الخليجي وحرصها على توفير كافة التسهيلات والإمكانات التي تعين الجامعة على تحقيق أعلى مستويات الأداء وذلك انطلاقا من توجيهات عاهل البلاد المفدة بتقديم الدعم والمساندة لهذه الجامعة المتميزة وأشار الوزير إلى أنه من المنتظر أن تشهد الجامعة تطورا كبيرا في مستوى خدماتها الأكاديمية والبحثية بعد افتتاح مشروع مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الطبية الذي يجسد عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة أن افتتاح اليوم مركز المحكاة والمهارات الطبية خطوة مهمة جدا في المجال التعليمي والطبي بالذات تم تزويد هذا المركز بالكثير من الأجهزة وكثير التي تسهل أيضا من عملية التعليم والفحص وأيضا إعادة الفحص مرات متعددة ولا شك أنه بيكون له مردود كبير جدا في الارتقاء بالخدمات التعليمية كما تم أيضا على هامش هذا الافتتاح المبارك الالتقاء بعدد من الأخوة المشروفين الاجتماعيين ضمن افتتاح ورشة خاصة يأتي في ضمن تعاون وثيق بين وزارة التربية والتعليم وجامعة الخليج العربي لأننا نعتقد أن تطوير مهارات وحاطة زملائي في الميدان التربوي بكل من الأمور والمستجدات في عالم الإرشاد سينعكس انعكاسا طيبا على الواقع العمل اليومي وكذلك تدريب زملاء الآخرين لأن الجانب السلوكي له تأثير كبير على الطالب وما يتطلب قدرة ومهارة على التعاون معه هذا ويوفر مركز المحاكات والمهارات الطبية بجامعة الخليج العربي دمى إلكترونية مشابهة لجسم الإنسان بالإمكان برمجتها لعرض الأمراض المختلفة بدقة عالية وبمغدور الطالب أو الطبيب فحصها والتحدث معها ويضم المركز ست غرف فحص سريري متخصصة إضافة إلى غرف للإنعاش والعمليات والتدريب اليدوي على المهارات الطبية والجراحية وغرفتين مراقبة تلفزيونية وقاعتي مراجعة كما يشرف عليه فريق تدريبي متكامل على مستوى عال من التأهيل ومن جهته أكد الدكتور خالد عبد الرحمن العوهلي رئيس جامعة الخليج العربي إلى أن تأسيس هذا المركز يأتي في إطار خطة الجامعة للارتقاء المستمر بمستوى خدماتها الأكاديمية والبحثية وتطوير مخرجات طلبتها حيث سيسهم هذا المركز في التدريب على معالجة الحالات الطبية الصعبة في بيئة رقمية تفاعلية آمنة الهدف هو تزويد المشرفين بالأفكار والنظريات التوجهات الجديدة في مجال إرشاد النفسي لمساعدتهم على إيجاد صحة نفسية للطلبة الدارسين اليوم كذلك تم افتتاح تحت رعاية سعدة الوزير ماجد بن علي النعيمي يفتتاح مركز المحاكات والمهارات الطبية الجديدة الذي يفتتح في الجامعة وهدف المركز هو إيجاد وسيلة أخرى لتعليم الطلاب على القضايا الطبية سواء تدريبه على الفحص دون الإحاجة إلى مريض فعلي وحقيقي ومن جانب آخر افتتح الوزير أعمال البرنامج التدريبي للمرشدين والاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين في المجال المدرسي مشيدا بهذا البرنامج التي ياتي في إطار التعاون المتميز بين الوزارة والجامعة ويتيح الفرصة لمنتسبي الوزارة للاستفادة من خبرات الجامعة في مجال توجيه الطلبة والتعامل مع مختلف احتياجاتهم الاجتماعية والنفسية ومتابعة المستجدات العلمية في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر